اشتركوا في القناة نروح برضو لمنتخب مصر اللي هو شغلنا شوية اليومين دول لكن المرة دية انا عايز اتكلم طبعا عايز اتكلم عن المكسب اللي فات طبعا المكسب كان مهم في بعض الوقات كان دينا الافضلية في الملعب كان فيه سوق توفيق في بعض الكور يمكن الشروط الاول قدناه بصورة يعني افضل من مباراة نيجيريا ولكن فيه عصبية شوية فيه تسرع شوية انما الحمد لله رب العالمين النتيجة مرضية الحمد لله ان احنا فوزنا وسبحان الله تحس كده احنا كنا بنقول ايه يعني عايزين نبعد عن الجزائر عايزين نبعد الدور التاني ان شاء الله لما نكسب السودان بإذن الله نبعد عن كود ديفور تحس كده ان السيناريو ان شاء الله بإذن الله يعني ماشي في سكتنا برغم ان فيه اخطاء انما يحسب للعيبة الماتش اللي فات الروح العالية اللي قدوا بيها الشوت الاول بالذات يمكن الشوت التاني من كتر المجود البدني اللي تعامل الشوت الاول نزل المعدل البدني شوية الشوت التاني وده الفرصة شوية لفرقة الغني انها تدخل المباراة شوية الشوت التاني ولكن النتيجة مرضية نتمنى ان شاء الله بإذن الله نعدي السودان بإذن الله رب العالمين وبعدين نشوف بقى مين اللي حنلاعبه ايه دور اللي جاي ان شاء الله عايز اتكلم عن وسط الملعب الماتش اللي فات لو حضراتكم تتذكروا حتشوفوا ان فيه فرق كبير جدا بين المباراة الاولانية والمباراة التانية انا بقولش كده عشان اللعيب اللي حتكلم عليه بيلعب فندي الاهلي لا انا بتكلم عشان حضراتكم تقارنوا وسط الملعب في مباراة نيجيريا ومباراة غينيا بالرغم من ان اللي انا حتكلم عليه ده مش في كامل يقته سواء الفنية او البدنية وهو كان قبل الاصابة الاخيرة بيعيش في افضل حالاته الفنية والبدنية ولكن بان لما لعب وسط الملعب الماتش اللي فات بان تأثيره بصورة كبيرة جدا 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 في وسط ملعب منتخب مصر اللي انا بتكلم عليه بتكلم عن عمر السلية شكرا جدا 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 جاولة settle